موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله ومشاهدين الفاضلين في لقاء جديد من برنامج مقاصد تدور حلقة اليوم في فلك الحديث عن المعصية وأثرها على الفرد وعلى المجتمع نحاول في هذه الحلقة الغوصة في التأثيرات النفسية والاجتماعية والحضارية للمعاصي بعد أن نبين مفهوم المعصية وكيف ينبغي أن ينظر إليها للمسلم وإلى العاصي على السواء ولماذا يتفاوت الناس في مسألة ارتكاب المعاصي أو تجنبها هذا الموضوع نطرحه على طاولة الحوار مع الدكتور وهيب عبد الرحمن الخوج الباحث الإسلامي أهلا ومرحبا بكم دكتور أهلا وسهلا بكم وعليكم السلام والمحب الله وبركاته يا مرحبا حياكم الله لابد أن نبين يعني لسادة المشاهدين المعصية هل كل مخالفة هي معصية وهل كل معصية هي في النهاية كبيرة وما الفارق بين المعصية والكبيرة والموبقة حتى تتحرر المفاهيم عند المشاهدين قبل أن ندلف إلى الحلقة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا المعصية ليست بحكم الفعل الذي يرتكبه الإنسان وإنما بحكم من عصي وارتكب مخالفة لأمره فكل ما خلف فيه أمر العزيز الحكيم تبارك جل وعلا فهو معصية ولكن قدرت بقدرها منها ما هو يعد كبيرا لحكم الجناية وأثرها وكذلك منها ما يعد مكروها أو صغيرا بحكم اللمم الذي قد اخترفه المرء أو المكلف وعند ذلك جنايته ما يعود بها على نفسه وكان صغيرا في حكم الشرع وفي كذلك تقدير الشرع ومنها ما يعد كبيرا بحكم ما تناولته هذه المعصية إما أن يكون جرمها متعدل أو جرمها لازم وفي الغالب حكم الكبيرة جرمها متعدل كالسرقات كشرب الخمر كفعل الفواحش بأنواعها دائما أحكامها متعدية أما اللمم فهو ما كان قد اختصر جرمه على الإنسان وهذا ما قد عده الشارع الحكيم صغيرا بحكم التخفيف على الإنسان وهذه طبعا بأحكام التكليف وأطلق عليها أحكام التكليف منها ما هو واجب ويدخل فيه حكم الفرض ومنه ما هو مستحب ويدخل فيه الند ومنه ما هو مكروه وعده الشارع كذلك يعني واقصد فيه الحرام وكذلك ينقسم المكروه هذا كراهة التنزيه أي كراهة تأديب وكراهة تحريم أي كراهة مؤاخذة ومعاتبة على ذلك ويترتب على ذلك الإثم فهذه كلها أحكام يسموها أحكام التكليف جرت من الشارع الحكيم حتى ينتظم عمل العباد وأفعالهم وفق ما أراده التشريع من العباد ومن المكلفين فلذلك المعاصي كل ما خولف فيه أمر الله تبارك جل وعلا فهو معصية مطلق الأمر أم الأمر على سبيل الوجوب والفرض عند ذلك يتم التقسيم لكن المخالفة مخالفة منها ما هو يأثم عليه بفعله ذلك لكن تقدير الإثم هذا في حكم الآمر تبارك جل وعلا وحكم الشارع يعني إما أن يأثم الإنسان بحكمه العام لكن عند ذلك ينقسم هذا إلى أقسام يعني بحكم المكلف إما أن المكلف يكون غائبا يعني غائبا عن وعيه في الفعل أو يكون مقهورا مكره أو يكون جاهلا فهذه الأحكام لا تتناوله لذلك رفع القلم عن ثلاث أو رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق أو حتى يعقل وكذلك يعني ما يدخل في أحكامه وما يدخل في أنواعه منهم يعني المعتوه والمجبور ويعني ما يترسب على هذه الأحكام في ناصية فقط الحق المكلف إذن في حق المكلف الذي جرى عليه لذلك عند الفقهاء ما يسمونها وعند الأصولين ما يسمى بعوارض أهلية ما عوارض يعني ما اعترض أهلية المكلف ومنعهم من حكم العمل ومنعهم من حكم العمل إلا أن يتعدى ذلك الخطر إلى غيره مثل قتل قالوا الله أن فلان أكره على القتل فيتناوله الحكم التكليفي بوجوب القوض بالقصاص والإثم لأن حياتك ليست أولى من حياته فعند ذلك جرى بذلك التكليف والتجريم لكن نقطة مهمة يعني دكتور يعني أنت ذكرت أنه مدار تقييم المعصية يتوقف على تعديها من عدمه أو نسبة تعديها لكن مثلا قد يكون الإنسان صائما ويفطر هذا لا يتعدى ذهو أحدا ومع ذلك هي كبيرة كيف يمكن التوفيق هذا هنا؟ نعم هي نسبة لمخالفة الأمر وهو أنه تعلق الأمر مخالف بركل من أركان الإسلام لكن مع ذلك ينظر ما الذي دعاه للفطر ما الذي دعاه للفطر قد يكون مرض قد يكون أرهاب نحن نحن نتحدث عن المعصي نعم أفطر أفطر فأوخذ بذلك أوخذ بذلك ولم يتعدى جرمه على غيره فلزمه لكن حكم تكليفه أو حكم مؤاخذته لأنه تعلق بأمر كبير وهو أمر الصيام مثل تارك الصلاة مثل الذي يترك الزكاة وهو قادر عليها كل هذه أحكام تكليفية قامت بالعبد وجوبا وفرضا بالعين يسمى فروض عين هنا يعني بنحيث أثر قبل أن نتحدث عن أثر المعصي سنأتي ربما يكون متأخرا قليلا لكن هل يمكن أن يكون الصيام كبيرة لأنه عصى أمر الله لمجرد أمر الله أم لأنه ترتب عليه البعد عن تحقيق مقصد الله من الصيام وهو التقوى لعلكم تتقون يعني منع تحقق التقوى لهذا هو عصى أم لأنه عصى أمر الله مجردا لأمر الله هذه أمور تتبع موضوع الغايات من فرض الصيام ومن لطف الله عز وجل أنه جعل لنا حكمة التشريع من لطف الله لنا وإلا يكفي حكم التكليف يكفينا حكم التكليف لكن من لطف الله تبارك جل وعلا أن جعل لنا حكمة التكليف فمن حكمة التكليف تحقيق التقوى بالصيام لكن الله عز وجل بمجرد فرضه للحكم الصيام أو فرضه للصيام على المكلفين وجب التزامهم بذلك فمن خالف هذا الأمر أثم حتى لو لم يعلم الغاية ولم يعلم الحكمة من ذلك لذلك بعض الأمور عند الفقهاء والوصولين يقول هذه أحكام وتعبدية علمها عند الله عز وجل غابت عن المكلفين لم يستطع المكلف أن يصل إلى الحكمة فحكمها تعبد أي أنه بمجرد العبدية حصل ذلك وإن كان كل تكليف من التكاليف له غاية وله حكمة عند الله تبارك جل وعلا لكنها غابت عن بعض المكلفين أو غابت عن أكثر المكلفين ولكن علمه عند الله عز وجل قائم بالحكمة في هذا بناء على فهم المعصية الذي تفضلت ببيانه قبل قليل كيف للمسلم أن يقف أمام المعصية نظرا إليها وتعاملا معها وموقفا منها كيف ينبغي أن ينظر المسلم في حالته العادية إلى المعصية وأن يتعامل معها وكيف ينبغي أن يكون موقفه منها هذا أمر مهم جدا هو قضية ما يستوجب أن نتكلم عنه وهو قضية الدواع المعصية ما الذي دع المرء لأن يقع المكلف كل من جرى عليه سن التكليف وقلم التكليف هو مكلف سواء كان انتسب إلى هذه الملة أو لم انتسب إليها ولذلك أوخذ ولم يأتي مانع بحكم المنع إلا ما أحكمه الشرع أما ما عدا ذلك فكل من جرى عليه سن التكليف هو مكلف ومؤاخذ بتركه لأمر التكليف من الله تبارك جل وعلا يبقى لنا أمر أن نتكلم عنه وهو قضية دواع المعصية من الذي جرأ العباد وحملهم على المعاصي لو أذنت لي دكتور إذا منهجيا يصح أن نؤجل هذا الحديث إلى المحور الثاني حتى نتوسع فيه لكن قبل ذلك قبل الحديث معذرة عن دواعي المعصية وأسبابها ومتعلقاتها نريد أن نعرف المسلم العادي كيف ينبغي أن ينظر إلى المعصية إذا من حيث فعل المعصية نفسه ومن حيث تداعياته كيف ينبغي أن ينظر إلى المعصية وكيف ينبغي أن يكون موقفه منها إذا رأى المعصية تتحقق أمامه كيف ينبغي أن يتعامل معها فكرا وسلوكا وموقفا عمليا فيزيائيا جسديا إذا رأى من يعصي الله تبارك جل وعلا طبعا جريان المعاصي والمؤاخذات الشرعية التي قد نهى الله عز وجل عنها بحسبها وبحسب كذلك المكلف في الزجر عنها فمنا من يقدر أن يغير بيده وهذا في محيطه أي في محيطه الذي يستطيع هو الذي هو قد كلف بالتغيير فيه مثلا في بيته يستطيع الإنسان أن ينكر بيده ويغير بيده وهو قادر على ذلك كذلك يستطيع أن يغير بلسانه فإن لم يستطع طبعا وهذا الأمر في محيط أسرته لا يمكن أن يعذر الإنسان أن يغير بقلبه لا يمكن أن يعذر الإنسان أن ينتقل أن يغير بقلبه لأنه مسؤول وراع يجب عليه التغيير بيده والتغيير بلسانه والمعصية هنا بحسبها التي قد نهى عنها الشارع الحكيم مثلا الزوجة قد تعاطت أمرا منكرا من الغيبة أو النميمة أو التحريش بين الناس أو فساد الأخلاق ثم يتطور الأمر إلى أمر آخر أو ينتقل إلى أمر آخر من المعاصي والذنوب ينعكس ذلك على الأطفال والأبناء أو على الجيران ويتعدى أثره فواجب على الراع أن ينهى عن ذلك ويقف سدا منيعا بكفي هذا الشر وهذا السوء وكذلك مصاحبة بذلك بالموعظة وحملهم على الفضيلة طبعا يتم ذلك بالحسنة وبالترتيب الشرع الذي قد جعله الله عز وجل أما نقل هذا الأمر إلى المجتمع فأنا ليست الأمر أمر وظيفي الإمام والخطيب يشتغلان في محيط عملهما هذا الذي جعل القصور يتناول الأمر بالمعروف النهي على المنكر ويتساع دائرة الجريمة في المجتمعات الإسلامية لتقصيرنا في أداء أدوارنا كل أصبحت الأمور وظيفية هذه من مهمة الإمام والخطيب وهذه من مهمة من قد كلف من وزارة الشؤون الإسلامية وكذا وهكذا وزعت الأدوار لكن دكتور أنت تتحدث عن مرحلة متقدمة وهي مرحلة الإنكار إنكار المنكر وإنكار ودفع باتجاه منع المعصية لكن الآن ربما سؤالي حول دائرة أقل مستوى من هذا وهي كثير من الناس الآن يرى المعصية ولا يظنها معصية أو أنه يقول ما لي وشأن الناس نفسي نفسي هل هذا تحققت فيه قيم الإسلام ومقصد الله سبحانه وتعالى من هذا المرء المسلم أن يكون مسلم يعني كيف ينبغي أن ينظر إلى المعصية بكليته نفسيا وفكريا وسلوكيا وهذا ما يتعلق بجلال الله عز وجل هذا ما يتعلق ولو أن المرأة مننا عرف قدر الله تبارك جل وعلا لعرف قدر من يعصى تبارك جل وعلا وعلم على أن المخالفة ليست مخالفة أثرها فقط على المجتمع أو أثرها ينعكس على التصرفات بما قد يؤثر سلبا على تناول الحياة الاجتماعية وإنما لو عرف الإنسان منا قدر الله تبارك جل وعلا وقدره قدره لما قد تعد هذا الأمر إلى ما قد تسعت له دائرة الجريمة اليوم من المعاصي والمؤخذات أصبح حتى الناس استسهلتها واستساغتها فأصبح مساغا لدى الناس أن يرى الإنسان منا أو المرء منا معصية يبدأ هو يبرر لها يبدأ هذا يعني ليس الموضوع موضوع الآن قضية إنكار المعصية أو تجريمها أو المؤخذة عليها بل أصبح الآن انتقلنا إلى مرحلة خطيرة جدا وهو تبرير هذه المعصية للعاصي تبرير هذه المعصية للعاصي بل والبحث عن المخارج لها والبحث عن علاج أن تبرر هذه المعصية فتفعل وتتسع دائرتها ولا يمكن إنكارها كما إذا أردنا أن نتكلم أو إن كان هذا ليس الحديث بإطلاقي لكن عن مسألة الحجاب عندما الناس تهاونت من مئة سنة أو أكثر تهاونت في مسألة الحجاب ثم بدأ وانبرى من انبرى من الكتاب لتسويغ أن هناك مبررات لقضية الحجاب وأن هناك خلاف فقه بدأت الدائرة التسع خلاف هذا الأمر حتى ما وصل إليه اليوم العالم الإسلامي من تبرج فيه إسفاف فيه أصبح تجردا من الحياة انحرف مفهوم الحجاب نفسه تماما ثم انتقل إلى حتى الآن الناس أصبحت ممكن لها أن تتعاطى مع تارك الصلاة بل مع منكر الصلاة مع منكر وجوب الصلاة وأن هذه حريرية شخصية وهذه نقطة مهمة أشرت إليها مثلا حتى نقرب الصورة للمشاهدين ويتعلموا هذا الأمر يعني ممن جاهله وممن يعرفه يزداد علما في هذا الأمر دكتور يعني عندما تمشي في الشارع امرأة منتقبة أو امرأة محجبة مستورة كاملا وفق المقاييس الشرعية للحجاب تمشي بجانب فتاة مثلا سافرة أو تظهر من جسدها أكثر مما تخفي هل هذا ينطبق عليه يعني تدخل في المعصية وأنها ارتكبت معصية أو أنها ينبغي في الأصل أن تنكر هذا الشذوذ أو هذه المعصية إلا أنها لم تنكرها مشت معها في الطريق هل يمكن تحرير المعنى هنا؟ هذا يختلف بحكم الإقرار إذا أقرت هذا الأمر واعتبرته حرية شخصية كما هو يعتبر الآن أن هذا من باب ممارسة الحريات الشخصية في هذا الأمر فهذا نعم هذا إقرار المعصية ورضى به لكنها أنكرت ذلك وترجو من هذه أو يرجو فلان من هذا الخير لكنه يريد أن يستعطفه ويريد أن يجعله في محيطه ويقرب له هذه المسألة بحب وتودد وأنه يحمله على الأمر بما أمر الله عز وجل بالمعروف ويجادله بالتي هي أحسن هذا مقبول لكن الإشكال أن هذا الأمر يحصل الآن بصورة الإقرار كما ذكرنا حتى أن من تجدهم الآن وتسمع إليهم حتى أنهم يقرون بحرية الإلحاد يقرون بحرية الإلحاد وهذا قد انتشر شد علامه في غيره أن الإلحاد عقيدة يتبناها فلان من الناس أو مجموعة من الناس إنعكس هذا الأمر وقل عنه وهو قضية الممارسات الخاطئة في الفواحش وتطور هذا الأمر على أنه ما يسمى بالمثليين كذلك لهم الحرية الشخصية في هذا الأمر وانتشرت أو اتسعت دائرة الفساد بحكم إقرارنا لها وسكوتنا عنها أو الاستحياء من إنكارها والتعامل معها وفق ما قد أمر الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام وهذه من الأخطاء الكبيرة التي قد عظم حجمها وكبر إثمها في المجتمع الآن هذا يقودنا إلى مساحة أخرى من الحديث هذا المدار المعصية على السلوك والعمل أم أنها تنسحب على دائرة الأفكار أيضا؟ وهذا نعم هو الآن ما نمارسل الفكر يتولد عنه الفعل لو لا أن الفعل إما يكون إقرارا أو عملا ولم يسبق فكر لا ما كان هذا أنا إقراري لصاحب المعصية إذن أنا تم ذلك بفكر كيف تكون الفكرة معصية دكتور؟ الفكر إذا نتج عنها فعلا الفكر لذاته ليس معصية؟ ليس معصية لأنها قد تكون من ضمن الخواطر من ضمن الخواطر أو من ضمن الهم الذي لا يأخذ عنه لكن الفكر عندما يتحول إلى كتابة وإلى منهاج إذن أصبح جرما أصبح جرما كمن يكتب عن المسائل التي لا خلافة في تحريمها لا خلافة في تحريمها ولا تسويق أصلا لإباحتها ويكتب عنها اعتقال كمن يأتي ويكتب عن قضية أن العلمانية حرية شخصية وأن كذلك الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل له أوجه إذا اعتقد المرء بأن العلمانية حرية شخصية هل يدخل في باب المعصية هنا؟ نعم لأنه خالف لأمر الله تبارك جل وعلا وخالفة أمر الله عز وجل بأن الله عز وجل قد أمر بأوامر ونهى عن نواهن العلمانية تناقضها العلمانية تناقضها أنا أقصد العلمانية بصورتها التي هي معروفة الآن لا العلمانية الفلسفية التي نريد أن ننقل إليها الأدولوجية الأخرى وإنما الفكرة الموجودة العلمانية تتطبق هذا وهم فصل الدين عن الدولة فصل الدين عن الحياة الاجتماعية الحياة الاجتماعية لها أدوارها ولها مسوضات ولها مكوناتها أما الدين فهو محصول في المسجد هذا الذي تدين به العلمانية فآتي أنا وأقرر بلباس إسلامي وبزين إسلامي وبهيئة إسلامية ثم أقرر وظيفة العلمانية على أنها لها حريتها أن تقرر ذلك وأن الدولة يقودها من يقودها من رجال السياسة ومن رجال الاختصاص أما الدين فهو محصول في التعاليم وفي التشريع وفي الفتوى وفي الوزارات التي هي تعنى بهذا الأمر فهذا خطأ كبير جدا بل أنه يناقض شرع الله تبارك جل وعلا الدين هو صالح لكل حال من الأحوال ولكل وظيفة من الوظائف ولا يمكن إنكارها أو تجاهلها وهذا معارضة لأمر الله تبارك جل وعلا بل أن الله أنزل القرآن لتعبيد الناس وتعبيد الناس في حياة اجتماعية حوالهم الشخصية في أمورهم الاقتصادية في علاقاتهم الدولية هو أعلم بمصالحهم فكيف يأتي الناس ويشرعون للناس ما يناقض شرع الله تبارك جل وعلا فهذا يعتبر من أكبر المعاصي ومن أجلها عند الله تبارك جل وعلا يعني هنا ربما أيضا دخلنا إلى ربما يكون مستوى أعمى قليل يعني ينبغي المسلم أن يطيع الله سبحانه وتعالى وأن لا يعصي حتى في ساحة الفكر والتصورات ينبغي أن يؤسس تصوراته وأفكاره وأفهامه وفق مراد الله سبحانه وتعالى وليس خلاف ذلك حتى إذا ما بنى هذه التصورات والأفكار والأفهام على خلاف ما يريده الله على خلاف مقصود القرآن والسنة النبوية هل يكون أثم وعصى الله في ذلك؟ نحن أستاذ جهاد معبدون نحن معبدون نحن مأمرون بما أمر الله تبارك جل وعلا وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أمرنا الله عز وجل بأوامر ونهانا عن نواه لا يجوز لنا مخالفتها أو تجاسر عليها أو تطويع أمامر الله عز وجل لأهوائنا فهذا من اتباع الهوى الذي ذمه الله تبارك جل وعلا واعتبره إلها فمن اتخذ إلهه هواه وأكثر هذه الانحرافات من خلال الهوى أكثر انحرافات البشرية من خلال الهوى الهوى المضل الهوى المتبع الذي قد جرت وتجار في الناس يعني جريان الكلب في دمائهم وعروقهم نعم سنبحث هذا بعد الفاصل وصلنا إلى أسباب هذه المعصية ورب هناك من يعدد في هذه الأسباب لكن قبل أن أذهب إلى الفاصل دكتور ثمت من يقول بأنه لا ينبغي بغض العاصي وإنما ينبغي بغض العاصية المعصية فكل الناس عورات هل هذا صحيح من الناحية الشرعي؟ له مقداره في الحكم من العصاة من غلب على معصيته من العصاة من غلب على معصيته ومن العصاة من الذي تجاسر على معصيته وتلذذ بها والتذ بهذا الجرم لكن من الناس من إذا جلست إليه ووعظته تجده منكسر فلذلك ورد في الأثر أو على سنة أهل العلم رب عاص متذلل منكسر أحب إلى الله عزيزي من عابد معجب الله رب عاص متذلل منكسر أحب إلى الله عزيزي من عابد معجب فهذا الذي قد تناولته هذه المعصية كسرته لكنه ضعف النفس وغلبة الهوى وقلة العلم والجهل غلبه في ذلك وهو يرجو أن يخرج مما هو فيه فهذا تكاه معصيته وتبغض معصيته لا تبغضه لكن هذه فلسفة حقيقة دكتور هذا الحديث فلسفة أمة كاملة يعني ربما عاصم منكسر متذلل أحب إلى الله وأقرب إلى الله من عابد معجب هذه فلسفة لأنك تعبد الله عز وجل بالذل والانكسار لا تعبده بالعجب العجب ليس عبادة إنما الذل والانكسار هو العبادة إياك نعبد وإياك نستعين والعبودية هي انكسار وتذل لله تبارك جل وعلا أما إذا أردت أن تعبد الله عز وجل بالعجب فقد تجاسرت على صفة من صفات الله تبارك جل وعلا وهي الكبر وهذه لا تكون لله تبارك جل وعلا ربما يكون لها تداعيات عملية نعم الكبر على الناس ينتقل الكبر على الناس وهذا ما تلاحظ في سلوك بعض العباد وفي سلوك بعض العلماء فتجده يفرط في موضوع علميته أو في موضوع عبوديته وتجده يلوم المجتمع ويجرمه لذلك من قال أن الناس قد هلكوا فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم فهذا على لسان الشرع ورد بذلك فنحن أطباء كلنا طبيب لغيره وطبيب لنفسه ولا سيما الدعاة والعلماء أهل الفضل وأهل الخير أطباء للمجتمع يتعاملون مع المجتمع أو من قد تلبس بهذه المعصية على أنه يخرجه منها ويعالجه منها ما استطاع فإن علم وأدرك أن هذا الرجل جسور وقد ران على قلبه فيبغض هو ومعصيته يبغض هو ومعصيته لكن الأصل في ذلك البغض للمعصية أشكرك سنة تبيد الفاصل دكتور هذا فاصل قصير ومثم لنعوده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دكتور وهيب عبد الرحمن الخوج أهلا وسهلا بكم أهلا بكم الله دكتور ما الباعث على المعصية عادة هل هو الشيطان الذي يوسوس للناس أم هي وسوس النفس أم أن الأمر متعلق باتباع الشهوات أم البيئة المحيطة هي التي تجعل من الإنسان عاصيا لأنه يمالئ بيئته كما تقول قائد العلمي الإنسان وابن بيئته أين المشكلة هنا أنا ممكن أن ألخص ذلك في عشرة نقاط وسريعا أقولها هناك داعي من دواعي المعصية هو شهوة متبعة شهوة متبعة وهناك شهوة غالبة تغلب على الإنسان والذي تكلمنا فيها قبل الفاصل عن ذلك وهي أن الإنسان يغلب على معصيته لا يستطيع ليس الذي يغلبها ويمكن أن يخرج منها لكن تلذذ بها فهذه من ضمن الأمور لكن هناك شهوة متبعة وهذا الذي أذكره وهو الذي يغلب معصيته أو يتغلب بإمكاني أن يتغلب عليه لكنه حبا لها وتلذذا بها وشهوة قد قهرته ولا يستطيع أن ينفك عنها إلا بصعوبة شديدة جدا لإلفته لأنه قد ألف بيئته في ذلك المؤثر القوي حوله هذه كلها من الأمور التي تؤثر في حب المعصية أو التعلق بها كذلك من الدواعي الهوى المتبع أو الهوى المضل وهذا من أخطر الأمور والدواعي على الإنسان أن الإنسان يتبع هواه بل أنه يقدسه حتى يصل به إلى عبادته وقد ذكر الله عز وجل في ذلك وذكرنا هذا الأمر أفمن اتخذ إلهه هو هواه فاتخذ الهوى إلها فاتخذ إلهه هواه فلذلك من هوان الهوى من إله الهوى أنه نزعت منه اللام فبقي هواه فذكر ما قبله أفمن اتخذ إلهه هواه جميل هذه نقطة قبل أن تكمل النقاط دكتور كيف يميز المسلم أنه يعني يعصي الله عن ضعف وليس عن هواه يعني مثلا بعض الناس يحبون المال فربما يختلص أو ربما يسرق أو ربما يحتال على الناس لكنه يعني من شدة ضعفه وحبه للمال أم أنه يفعل ذلك لاتباع هواه أنه يحب المال عن هواه يعني كيف يمكن التمييز هنا عندنا ممكن في هذا الأمر في هذا الأمر هو والنساء مثلا يكون أيضا النساء والمال وأشياء كثيرة لأنك لو أدرت الطاولة له لما قبله يعني يقول مثلا لماذا أنت تسرق الناس أو تحتالوا عليهم باشي سرقا نقول باشي لماذا تحتال عن الناس قال أنا ما احتلت عليهم إنما هذه فهلوة إنما هذه تجارة طيب قلت لو أن أدرنا الطائرة وقلت أن أنا صنعت معك ذلك أو حصل معك ذلك ماذا تقول يقول أنه لا هذه نصب احتيال إذن هو هوى إذن هو هوى ليست شهوى غالبة ليست شهوى غالبة الشهوة الغالبة في الأمور التي لا يستطيع الإنسان يفعل لضعف فتلمس أصلا من كلامي أنه ضعيف أنه قد تأثر بأمر معين يقره أنه ذنب وأنه معصي وأنه لا يمكنه الإقلاع عنه نعم أو أنه قد تعلق حبه به وقلبه به ذلك أو أنه قد يلام أو قد يؤاخذ كما تذكر له يعني عندما تريد أن تناظر أحدا من أهل الهواء من أهل الأهواء من أهل الشهوات من أهل المدل الأخرى من أهل الطوائف الأخرى نجعل ذلك من أهل المدل الأخرى فعندما تقول أن أرغب في الإسلام وأحبهم لكني أخاف من بيأتي طيب دكتور أنا ذكرت يعني سوقت هذا السؤال لحديثة مهمة مرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل وقال له يا نبي إذن لي بالزنا قال له هل ترضاه لأمك هل ترضاه لأختك وهكذا حتى عندما انتهى يعني هذه المعالجة العقلية والضميرية هذه قاعدة ذهبية نعم ثم بعد ذلك أتبعها بمعالجة روحية وضع يده الشريفة على صدره وقال اللهم حصن فرجه واغفر ذنبه وطهر قلبه يعني الآن لا يوجد نبي يدعو مثلا للعصات الذين يعانون من ضعف يعني هذا كيف يمكن تحرير هذه المسألة يعني هل هم على خطر عظيم هل هم يعني يرتكبوا إنا المعصية عن هواء أو عن ضعف يعني لو نحرر أكثر وهذا واجبنا نحو من يستعين بنا للتخلص من هذا أو لمن نريد أن نخلصهم من هذه المعاصي واجبنا أولا يعني بعد مقام الدعوة هو الدعاء لهم هو التلطف بهم هو يعني تقديم العلاجات المناسبة لأحوالهم لا نعقد الأمور لا نعقد الأمور عليهم بل أن باب الرحمة واسع جدا من الله تبارك جل وعلا تعريفهم على الله عزيز الناس الآن الناس أكثرهم أكثر الناس لم تتعرف على الله تبارك جل وعلا لم تعرف جلال الله جل وعلا لم تعرف جماله لم تعرف هيبته لذلك رجل خل بامرأة رجل خل بامرأة فيما مضى فقالت له المرأة من يرانا قال لا أحد قالت انظر فنظر يمينا شمالا ثم فقال لا يوجد أحد إلا الكواكب فقالت أين مكوكبها أين مكوكبها ففزع الرجل وانطفض وانتهى الأمر بهذا الأمر قد حصل به وعظ شديد جدا في حال تلبس الإنسان بالمعصية لذلك الرجل الذي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبايع عليه الصلاة والسلام فأتى رجل كان بطالا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان بطالا فضرب امرأة في خصرها بأصبعه فقال أصاحب الجبذة بالأمس فهذا الذي منعه فقال والله يا رسول الله لا عدت لا عدت فهذا المقام الذي يمكن للإنسان أن يتأدب في حال تلبسه بالمعصية عندما يرزق قلبا حيا عندما يرزق قلبا لكن الأشكالية الكبرى الآن أنا لا نعيش في جو قاتم أنه قد ران على القلوب من القلوب من قد كان قلبه مات من الناس من الناس من يعني يوجد من شياطين الإنس من تحوط به لا شياطين الجين من شياطين الإنس التي تأزه إلى المعصية أزة ولا تكفه عنه لذلك اللص الذي رآه أحد أظنه عبد الله مبارك عندما كان في سفر فاعترضتهم قافلة فنهبتهم ثم أخذوا يأكلون فوجد زعيمهم يجلسوا فقال له ما بالك لا تأكل معهم فقال إني صائم قال سبحان الله تنهب أموال الناس وتعترض طرقهم وتعترض سبيلهم ثم تقول أنا صائم أو إني صائم قال إني بيني وبين الله عجل حبل لا أقطعه ثم مرت الأيام فرجده يطوف في البيت بالكعبة فقال عرفتني قال نعم قال أنا الذي قلت قال ألم أقول لك أني بيني وبين الله عجل حبل لا أقطعه فالإنسان لو يتعلم هذه الثقافة ويديرها يعلم أن هناك جليل جل في علاه ينبغي بل أنه يجب على الإنسان أن يقدره حقا قدره نقاط مهمة حقيقة وعميقة أشرت إليها أشكرك عليها دكتور وهيب لكن هنا يعني أريد أن أسألك عن قضية الولاء والكفاءة في إدارة المؤسسات في إدارة الحكومات في إدارة الجيوش في إدارة الدول يعني يتم التعيين عادة والترقية الوظيفية سواء في الحكومة أم في الجيش أم في الشركة أم في أي مكان على أساس ولاء هذا الموظف لقيادته هل هذا منهج في الحياة أم أنه معصية يمكن أن يدخل في نطاق المعصية لأن هذا متحق كثير في عالمنا وربما أنتج مفاسد وأنتج تخلفا مجتمعيا وتخلفا حضاريا ربما أقول فنريد أن نحر هذا الموضوع تحييرا شرعيا من طلق حديث النبس على سلم كلكم راعين وكلكم مسؤولين عن راعيته وإذا وسد الأمر إلى غير أهلي فقد ضيعت الأمانة يعني في غالب أحوالنا ممنعونيهم التخلف يعني هل القائد الذي يتبع هذه القائدة هو عاصن يعتبر عاصن؟ نعم وقتخان إذا وسد الأمر إلى غير أهلي أو إذا علم أن فلانا لذلك من تولى أمرا من أمور المسلمين فأوعز إلى ولاية أو أمارة إلى غير كفئ فقد خان المسلمين فهذه من الخيالة وهي من المعاصر الكبرى التي بها قد منزعت البركات وحلت النقمات ولذلك نقول من أن هذا قل هو من عندي أنفسكم قد تكون هناك سببا من الأسباب التي أخذ الله بها الأمم عندما تستعرض قانون الأخذ للأمم قانون قوم شعيب عليه السلام أنهم كانوا يبخسون الناس أشياءهم ويطففون بالمكيال فما بالك اليوم من الجرائم العظمى الكبرى التي اغلقوا واجتمعت كل الأمم التي قد مضت وأخذت بسببها لا تعدل واحد على مئة مما يعمله الناس اليوم ومع ذلك الله حليم ويعفو عن كثير تبارك جل وعلا أحدهم في بني إسرائيل فيقول يا رب وهذا لسان حالنا اليوم يقول يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني كم أجترئ عليك ولا تآخذني في النقل في الأثر على أنه رأى في المنام من يهتف له كم يا عبدي أعاقبك ولا تدري كم أمنعك ذري ولا تشعر ألم أمنعك لذة مناجاتي هذه من العقوبات كم مثلها عقبت الأمم بها عقب عقب بحرمان المناجاة لذة المناجاة فكانت العقوبة هو لا يدن عنها نصلينا نشعر بقيمة الصلاة ونخرج من الصلاة وننقلب ونحن حالنا كما لم يصلي كما لا يصلي وكذلك صيامنا وانقلبنا من رمضان كأن لم يكن رمضان أصلا أدينا الزكاة كأن لم نؤدي الزكاة وهكذا أفعالنا وعباداتنا يعني لا تنعكس على سلوكنا وأخلاقياتنا لو عدنا إلى أكمال أسباب المعصية دكتور دواعي منها يعني كما ذكرت هوا مضل أو متبع شهوة غالبة شهوة متبعة كذلك يعني قد يكون هو من الأمور المهمة جدا هو استخفاف بمقام الله وعظمته من الأمور المهمة من الدواعي العظيمة هو ذهاب الحياء من الناس إن مما أدرك الناس من النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصمع ماشيت إذا لم تستحي فاصمع ماشي لذلك علي رضي الله عنه أرضاه يقول من كسى بالحياء ثوبه من كسى بالحياء ثوبه لم يرى الناس عيبه لم يرى الناس عيبه القشيد له كلمة جميلة لطيفة يقول رحمه الله من زرع الحنضل لم يجتني الورد والعبهرة من زرع الحنضل كما أسأت أو زرعت في الأرض حنضل لا يمكن لك أن تأتي وتجتني من هذا الحنضل زرعا ووردا فكذلك الإنسان إذا اشترع على الله عز وجل واستخفى بمقام الله تبارك جل وعلا سيكون هناك العقوبات وتناول المؤاخذات الكبيرة جدا إما أن تكون عامة أو تكون خاصة تكون عامة عندما لا يكون هناك مصلحون وتكون خاصة كل بحسب إذا انفرد الإنسان بمعصيته وبذنبه كذلك تفريط بمعاني العبودية والحرية أكثرنا قد فرط بهذا المعنى العظيم الجليل وهو معنى العبودية لله تبارك جل وعلا وتحقيق معنى الحرية أنك عبد لله تبارك توحيد هنا هو توحيد نعم هذا فرطنا فيه كثيرا كذلك تضيع لحق الآدمية وكرمتها الإنسان لم يعلم تمام العلم على أنه مكرم فلو علم قدر الكرامة التي كرمها لمعاص الله تبارك جل وعلا ولو نظر وتأمل قول الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم يعني المعصية تمس كرامة الإنسان في ذاتها نعم تمسها تمسها بل أنها تسقطها يكفي أن المعصية إذا أصر عليها العبد يسقط من عين الله تبارك جل وعلا إن لم يعثوا الله عز وجل وإن لم يحلم تبارك جل وعلا يسقط من عين الله تبارك جل وعلا وفي أي الأودية هلك فينسى ويهمل نسأل الله العافية كذلك الحماقة والمجون وفقد الأدب مع الله وهذا من أعظم الأسباب كذلك فقدان الأدب يعني عندما يمر على العبد حالة من الحالات ومرحة من مراحل أنه يفقد أدبه مع ربي تبارك جل وعلا وهذا من النكات المنتشرة على الألسن كثيرا بين المسلمين نكات تتعلق بالآخرة وبالله وبالنبي عليه الصلاة هل هذه تدخل في باب المعصية؟ هذا جرم جرم عظيم بل أنه قد يصد نسأل الله العافية قد يصد أنه خروج من الملة إنسان إذا استخفى باليوم الآخر واستخفى بعذاب القبر وهذا قد سمعناه وشاهدناه وعيناه النكتة هي من باب الاستخفاف باب الاستخفاف نعم أنه يمس هذا الأمر العظيم لا سما بالغيب عندما يستخف بالنار واستخف بالجنة واستخف بالعذاب واستخف بمقام النبوة هو يقول لك أنا لا أستخف لكن فقط مجرد نكتة ومزاح وطلطيف الأجواء وهم يقولون ناقل الكفر لا يكفر ما الداعي لنقله إذا لم تكن هناك عظى بهم ما الداعي لنقله أصلا وحتى ما يجري على ألسنة الدعاة وغيرهم عفى الله عنهم يعني يذكرونه من باب أنه الله فلان ذكر وهذا يجرئ الناس هذا من باب تجريء الناس على الاستخفاف بالمقام العبودية ومقام الألوهية كذلك من الدواعي للتلبس بالمعصية هو خذلان الله للعبد وهذه مرحلة خطيرة وحرمانه من التوفيق كيف يكون ذلك؟ أن العبد تأتيه الطاعة وأسبابه ووسائلها أقرب ما يكون فيعرض عنها أو ينصرف عنها أو يصرف بمحض إرادته نعم أو يصرف عنها صلى الله العافية يصرف عنه لأنه ليس أهل لها ليس له أهل لها والدليل على هذا أنك تلاحظ كثيرا من الناس أقبلوا في شهور الخيرات وأيام الخيرات تجدهم يقبلون وعندما ينصرفون يعودون إلى حالهم أسوأ فما معنى ذلك؟ معنى ذلك عن أن هذا خذلان وإنما ذلك تلبس بفرض البيئة التي قد فرضت عليه هذا العام لكن حتى يكون واضحا للمشاهدين أنه خذلان مستحق له العبد وليس خذلان من الله من العبد يعني هذا يتنافى مع عدل الله حكم عدل تبارك جل وعلا الله عجل حكم عدل عذب فرعون لأنه استحق العذاب أهلك هامان وقارون لأنهم استحقا العذاب هكذا والله عز وجل حكم عدل تبارك جل وعلا ولا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون وكل يوم هو في شأنه هذا تقدير الله عز وجل الذي هو أحكم به وأعدل تبارك جل وعلا نعم في الحديث المتفق عليه أريد أن أقوله لك دكتور وهيب وهو ربما يكون أصلا في مسألة تقرير وتحرير موضوع المعصية يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرحى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن هنا بيت القصيد ألا وإن في الجسد مضغطا إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب هنا السؤال دكتور يعني ما هو القلب هنا يعني كيف يكون القلب هو مدار المعصية وما علاقة الشيطان في الموضوع ذلك قالوا القلب ملك والجوارح رعية القلب هو الذي يعقى الأوامر والجوارح التي تعمل الجوارح لا تنطق إلا بأوامر القلب فلذلك إذا صلح القلب فلا تجد العبد يقبل إلا على ما قد أمره به القلب وإذا فسد ومحط ومحل نظر الله تبارك جل وعلا هو القلب لذلك الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولا إلى أحسابنا ولا إلى أنسابنا وإنما ينظر إلى قلوبكم هذا هو مدار نظر الله تبارك جل وعلا والمؤاخذة عليه لذلك تجد من الناس من تراه يصلح عمله هذا ما قد ورد في الحديث وهذا الحديث الذي ذكرت وتفضلت به هو من المهمات بل أنه كما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله من أصول الدين هذا مدار الدين على أربعة حديث منها هذا الحديث الذي ذكر وهو حديث مهم جدا في باب تفصيل الحلال والحرام وما يشتبه على العبد منها وما يشتبه على العبد منها من معاملات اليوم مالية معاملات في الأحوال الشخصية يجب أن يتركها يتركها تورعا وإتقاءا لما يجر إليه وهذا منهج إسلامي في الحياة دكتور مثلا على سبيل المثال أذكر لك عندما توسع الناس في باب الأنكحة عندما توسع الناس في باب الأنكحة نتجت لنا وخرجت مقولات وفتاوى جرت بلاء عظيم للناس حتى أنهم الآن أصبح من الناس من يسوقوا نكاح المطعة الذي قد حرمته الشريعة لأنهم توسعوا في ذلك وقد وقعوا في أمور مشتبهة النكاح بلا ولي النكاح بلا شهود النكاح بلا مهر النكاح بلا إشهار كل ذلك سوغوه من غير ضرورة من غير حاجة إليه فجر ذلك الأمر أن نسمع أنكحة عجيبة وكذلك في المعاملات المالية سواء كانت مؤسسات مصرفية إسلامية أو هذا من عموم البلاء عموم البلاء له أحكامه لكن هذه الأمور التي نزلت هي من النوازل التي ينبغي الإنسان يتعاطى معها وفق الشريعة التي منها ما هو حلال منها ما هو حرام منها ما هو أمور مشتبهة وهذه أكثر من الأمور المشتبهة التي ينبغي الإنسان يتورع عنها طيب عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلح القلب صلح الجسد كله وإذا فسد القلب فسد الجسد كله يعني حياة الإنسان ومصيره وآخرته متوقفة على هذا العضو القلب طيب كيف يصلح القلب هل للإنسان إرادة في إصطاح القلب أم أن هذه القضية خارجة عن إرادة الإنسان كيف يصلح وكيف يفسد يصلح بامتثال التكليف الذي أمر به ظاهرا وباطنا وتوفيق الله واستعان بالله عز وجل لذلك نحن نقرأ السورة 17 مرة في الفريضة إياك نعبد إياك نستعين إياك نعبد عندما خصصت لها كتب لشرح هذا المقام إياك نعبد إياك نستعين أنت لا تعبد الله عز وجل إلا باستعانة عليه ولا يمكن أن توفق للعبادة إلا بأن تستعين به تبارك جل وعلا تعبده به تعبده به وتتجه إليه به ولا يمكن لك أن توفق إلا أن يكون من الله عز وجل مدد لك أما أن تستعين بالوسائل المادية أو الوسائل الحيوية أو الظروف الأخرى لا يمكن أن تعان مادم أنك لم تستعين بربك تبارك جل وعلا فالقلب لا يصلح إلا باستعانة بالله عز وجل وتسأل الله تعالى أن يوفقك ويرزقك الإخلاص والصدق لأن تعبده وفق ما يريد أو قدر ما يمكن أن يقبل منك طيب حتى يبتعد المسلمون عن المعاصي وكثير من المسلمين متلبسة فيهم المعاصي منهم من هو عن ضعف منهم من هو عن هوا لكن كثيرا من العوصات لا يحبون أن يعصوا الله لكنهم ضعفاء وهنا القلب مدار الحديث على القلب دكتور يعني هل هنا يجب أن يكون مع الدعاء يجب أن يكون هناك مدافعة يجب أن يكون هناك إرادة عند المسلم حتى يعني يعرض عن هذه المعصية أمن ثمة أمرا آخر يعني ينبغي أن ينتظر كرامة من الله هذه الأمور لا تعول على هذه المسائل والله عز وجل لا يعذر العبد بذلك نحن مأمورون بمدافعة هذا الأمر والاتقاء وإلا لو لم يفرض الله عز وجل علينا أوامر ولم ينهن عن نواه ولو كان ذلك طبعا مصاحما بهذا التوفيق سواء الطاعة التي أطعنا الله عجل بها التوفيق من الله عجل لكن التوفيق يناله المدافعون ولا يناله التقاعد نعم وهو قضية العمل والاكتساب والاستعانة بالله عز وجل أما غير ذلك لا يمكن الإنسان أنه الله ينتظر حتى عندما تأتي إلى فلان تعيض ويقول إنما هو بلاء وننتظر أو أوضع الله لي أن يرفع عني ذلك فهذا من باب التواكل ليس من باب التوكل لأن العزيمة إذا فترت عن تعاطي أسبابها والعمل بها وفق ما أراد الله عز وجل فهذه ليست عزيمة وإنما هذا تواكل واتكال على أسباب غير حقيقية أصله نعم نريد أن أبحث هذا لكن بعد الفاصل الأخير بقي الحديث عن أثر المعصية لو أذنت لدكتور هذا فاصل أخير ثم نعود لاستكمال ما تبقى من الحلقة ترجمة نانسي قنقر أهلاً وسهلاً بكم من الجزء الأخير من هذه الحلقة دكتور وصلنا إلى الختام في هذا الجزء الأخير نريد أن نبحث إذا ما كان للمعصية أثر مباشر على العاصي جعله الله ختام معرفة وخير إن شاء الله إن شاء الله أثر المعصية لا يقتصر ذلك على العاصي فقط وإنما يمتد إلى محيطه القريب ومحيطه البعيد كذلك سنبحث هذا لكن قبل ذلك هل ينبه أثر؟ أثرها أثرها أثر المعصية على العاصي كما ذكرنا في أول الحديث إذا لم يسعى إلى مدافعتها وينكسر ويتذلل إلى الله عز وجل بأن يدعو الله عجل بيسأله أن يرفع عنه في صحيح المسلم أن في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عبد فلان هذا حديث قدسي أن عبد فلان أذنب ذنبا ثم استرجع واستعتب فغفر الله عز وجل له ثم أذنب ذنبا فاستعتب واسترجع فغفر الله له ثم الثالثة عاد في ذلك فيقول الله عز وجل لملائكته عليه السلام إن عبدي قد أذنب ذنبا استعتب واسترجع وإني قد غفرت له وأشهدكم أني قد غفرت له ولعبدي يفعل ما شاء ذلك لعلم الله عز وجل بأن هذا العبد منكسر متذلل مغلوب لا يستطيع أن ينفك من هذه المعصية إلا بإرهاق نفسه وإزهاقها أو ما يكاد أن يطلف بها نفسه وأرجو أن لا يفهم هذا الحديث خطأ نعم لكن الله عز جل رحيم بعباده ودود متقرب أنيه وهو أعلم بأحوالهم فهذا يعود إلى علم الله تبارك جل وعلا لكن أنا أعصي الله تبارك جل وعلا بكل يعني إرادتي كشرب الماء كشرب الماء ولا يؤثر ذلك فيه وذلك ما يكون إلا لسواد قلبي وتمص بصيرتي وذهاب التوفيق عني وخذلان الله لي ورفعه وعدم معرفة للحكمة التي من أجلها خلقته والأسباب كثيرة في هذا الأمر فهذا أثرها عظيم جدا وعند ذلك العاصي عندما يتلبس بهذه المساوي وهذه السلبيات ينعكس أثره على المجتمع ما حوله لأنه تجده عنصرا بطالا غير فاعل دكتور هنا قضية ملمح مهم يعني كثير من المسلمين بحكم تجربة الحياة ومخلطة الناس كثير من المسلمين العصات ترى أثر المعصية ينعكس على حياته فلا يبدع ولا يبتكر ولا يتفوق في حياته وفي عمله وفي فكره وفي بيته بينما هذا خلاف الأمر في الغرب ترى الإنسان مثلا يعاقر نساء ويشرب الخمور ويختلس ثم بعد ذلك تراه ناجحا ومتفوقا هل ثمت علاقة هنا الأسس الحضارية لبيئة لمجتمع لأمة ما وهذا يعود إلى قيمة الكلمة التي نحملها وهي قيمة الميثاق التي بيننا وبين الله عز وجل أن المسلم مهما تلبس بمعصية فاسمه مسلم لأنه يتعلق بهذه الكلمة الشريفة لا إله إلا الله يدين بها أما أولئك فهؤلاء لا ميثاق بينهم وبين الله تبارك جل وعلا قد نقضوا كل الميثاق فلذلك تجد العاصية مهما كان عاصيا مهما كان شاردا مهما كان نادا في سنن بن ماجة الحديث فيه ضعف أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل منزلة وكان مسافرا عليه الصلاة والسلام مع أصحابه فأضافه قومه القوم أضافوه عليه الصلاة والسلام ثم شكرهم عليه الصلاة والسلام ودعا لهم أن صرف فوجد امرأة تجلس في ناحية وفي حجرها صغيرها وتحصب التنور بصغار الحصبي تحصبه بصغار الحطب تحصيبه فكلما هاج النار أخذت ابنها و احتمتهم إلى النار فرآه النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه و ذكرته بأنه هو نبي الله يعني ذكرت و أقرت بأنه نبي الله عز وجل بأنه نبي الله عليه الصلاة والسلام ثم قالت النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أتراني آه الله بعثك بالحق رسولا و نبيا و هادئ قال نعم أهى الله أرسلني بالحق نبيا ورسولا وهاديا فقالت يا رسول الله أتراني طارحة ابني هذا في النار قال لا فقالت كذلك الله فبكى النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه لا يهلك على الله عز وجل إلا كل مارد متمرد فكل من مرد وتمرد فهو الذي يهلك على الله عز وجل فمن رأيناهم من هؤلاء الأمم إنما هو استدراج وهذه حياتهم الدنيا وهي ما قد أمدهم الله عز وجل بها لأن الله عز وجل من عدله وحكمته أنه يجازيهم على ما قدموا من حسنه نعم والنار نسأل إن لم يتوبوا ويفيئوا إلى الله عز وجل والنار مثوى لهم إذا على ما قد أتكبوا من مخازي نعم حقيقة يعني نريد أن نبحث بدقيقتين من فضلك دكتور الأثار النفسية والاجتماعية والعقلية والأخلاقية وحتى الحضارية على الأمة المسلمة إذا ما أوغلت في قضايا المعصية ولم يمتنع المسلمون عن المعاصي ما هي هذه الأثار الأثار عظيمة وكبيرة منها ما تجده يعني على المستوى العالمي على المستوى العالمي على أننا لسنا أمة قيادة ولا الريادة قد انتزعت مننا القيادة والريادة أصبحنا أمة تبعا أمة ليست أمة صناعية ولا أمة مدنية بمعنى الكلمة المدنية التي يريدها الإسلام أن تكون مدنية إنما دائما نتكلم عن حضارتنا وسالف أيامنا أمة غير منتجة إلا في النطاق الضيق جدا أمة متنازعة جعل الله بأسنا بين الناس الله تعالى العافية أصبح الناس يستهينون بكل شيء يستهينون بكل شيء في حياتهم الدنيا إلا القليل أو النزر اليسير من هذا الأمر أصبحت الهوية مفقودة كل ذلك بسبب المعصية أصبح الله عز وجل لم يجمع صفنا بسبب خلافنا مع ربنا تبارك جل وعلا لم تجتمع كلمتنا لأننا قد اختلفنا مع ربنا تبارك جل بل أنه قد تنافرت قلوبنا وهذا في مجمع صلواتنا تجدنا صفا واحدا نقف لم تجتمع قلوبنا لم تتوحى الصفنا هل وجدت يوم من الأيام في مسجد من المساجد أن الصفوف قد التأمت كما أراد منها الشارع الحكيم لا أجدها ولا أكاد أجدها بل يتبعد ناس فيما بينهم بعضهم وإذا اقتربت من أحدهم نفر منك نفورا شديدا ويريد أن يحقق معنى الخشوع ومعنى الصلاة فهذه من الأمور العظيمة التي ننمسوها ونعيشها هذا على مستوى الصغائر وتفاصيل الصغيرة فما بلك عن مستوى الكبير أشكرك شكرا جزيلا دكتور قد أفضت وأجد بارك الله فيك ولا فضفوك مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختم هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها ضيفية الكريمة المكرمة الدكتور واهيب عبد الرحمن الخوج الباحث الإسلامي شكرا أكبر لكم في حراسة الله وتوفيقه اشتركوا في القناة